موسيقى 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 قوم اذا مس النعال وجوههم شكت النعال باي زنب صفعت ومن يكن بفضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويزمني كل هذه ابيات من الشعر الاول للمتنبي والثاني لزهير ابن ابي سلمة توضح حقيقة ما نحن فيه عايز اقول لحضراتكم ان بنت الهالك سيد القمني ازيز سيد القمني اه تطاولت على القرآن الكريم وتطاولت على الدين الاسلامي بما لا يليق وبما لا يصح ويعني كان هناك اه احداث كتير حصلت هنشوف هنعرف ايه الازهر قال ايه وعمل ايه والاجراءات اللي هنعملها والرسالة اللي بنوجهها وفي حاجات كتير جدا تابعوها معنا في الحلقة دي ان شاء الله على خير نلتقي بعد الفاصل باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين والمتابعين قناة الاديب محمد نور اهلا وسهلا بكم في برنامجكم مع محمد نور ابنة الهالك سيد القمني مشرت على موقع التواصل الاجتماعي بتاعها اه بست اه بتقول ان دي يعني كلام ابوها الهلها الهالك الذي ذهب بلا رجعة غير مأسوفا عليه قال لها انها يعني زي وصية كده فها نشرتها الوصية دي بتقول ايه زي ما حضراتكم شايفين كده يا بنياتي اذا ما مت اذا ما مته لا تجعلي شيخا يتلو اضطرهات على جسدي في لحظة لا استطيع فيها الدفاع عن نفسي ثم علقت هي قائلة صدق حيا وميتا اول كاتب مصري يفعلها طبعا يعني اللي عايزين نقوله من هذا الموضوع انت بتكلمي ان ايه اللي بيقرأ على الميت في الاسلام القرآن في القرآن هو بنفس اللفظ هو قال على نفسه انا كافر اهو انا كافر هو كافر خلاص هو نطقها حسابه بقى يوم الايامة ايه دي مش بتاعتنا ملناش فيه يعفو الله عنه يعزبه وينكله اشده لو انزله اشده العذاب دي مش دي مش موضوعنا لا نتقلع على الله ابدا سبحانه وتعالى لكن بالان الظاهر احنا لنا الدستور اللي ربنا قاله لنا انه ان في من الافعال ومن الاقوال ما ينبق ان الشخص ده كافر مات بقى ازاي مات على ايه حسابه ايه هذا امر بين العبد وربه اللي هو مش بيعترف اصلا بوجود ربنا ولكن ما علينا هو قال انا كافر تمام؟ فهو قال ان هذه طرهات على الدين الاسلامي على القرآن والهانم بنته بالهانم بنته رددت هذا الكلام واكدت عليه قالت صدقت حيا وميتا اول كاتب فخورة اول كاتب مصري انا من هنا بوجه رسالة للحكومة المصرية وللقضاء المصري ولوزارة الداخلية والاستاذ المحامين اللي في اي حاجة تليه رح عاملك على طول رفع دعوة ورح رفع اضية على فلان عشان اي سبب من الاسباب انتوا فين؟ اين انتم من هذا الكفر؟ اين انتم من هذه الاساءة للدين الاسلامي؟ اين انتم من الاساءة الى الله اينًت من كل هذا؟ انتم مش موجودين؟ مفيش يعني قضية ما انا مش شاءة حد حد رفع قضية ومسمعنش ان في محامة تفطل certification مش مشكورا لان المفروض ان اي محامي مسلم انا لو محامي كنت رفعت قضية وكنت يعني قومت الدنيا وما اعتهاش بس ما علينا مش دي قضينا كل واحد المسؤول عن عمله ولكن اللي انا عايز اقوله بقى للناس دي للملحدة اللي ماشيين ورا سيد القمني واللي عاملين نفسها علمانيين واليبراليين والكلام المتشدق اللي هي شعارات يعني مغلفة للباطل ليس اكثر ولا اقل عمدهم العلمانية ان الست بس بس في الاسلام بس ازا حاجات تبقى متخلفة لكن الراهبة في المسيحية ازا غطت راسها ما تبقاش متخلفة لا بس في الاسلام متخلفة في نقاب اليهود بيعملوا النقاب الكامل في بعض الطوافل اليهودية بس ده مش تخلف بس في الاسلام تخلف كما تماما كما الغرب لما يحدث يعني واحد مسيحي مثلا يهودي قام بجريمة ضد مسلمين يقولك عليه مختل عقليا لكن لو مسلم يقولك ارهابه حاجة يعني كلام لا يرضي الله ولا رسوله ولا يمكن ان يقبله عقل طفل صغير ولكن يعني السادة بقى البهوات دول فرحانين او يعني يعني اه وعلى فكرة ان شاء الله هيكون فيه ليهم اه سلسلة من الحلقات للرد على امثال ابراهيم عيسى ونعوت ومنتصر والناس دي كلها في رد عليهم ابراهيم عيسى اللي في اخر لقاء مع الهالك القمني بيقول له النبي محمد مش معترف ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقولك النبي محمد مفيش مسلم على فكرة يعني انا مش مشفتش مسلم بيقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد ده بيقولها اللي هو مش مسلم اللي هو بيحترم نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم فبيقولها من باب الاحترام سبق مقتنع به مش مقتنع به دي مش 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 دي القصة ولكن هو بيقولها في اطار ان النبي محمد حتى لو مش احتراما للي هو مش مسلم اصلا واخد بال حضرك لكن مفيش مسلم بيقول لك النبي محمد ما بيجيش كده ما بنسمعهاش هي مش حرام ولا حاجة بس احنا ما بنسمعهاش مش يعني مش من الحاجات الدرجة عند المسلمين ان يقول لك سيدنا رسول الله سيدنا النبي لانه مش محتاج اقولي النبي فنه هو انه معروف ما تقول سيدنا النبي هو معروف سيدنا النبي ما تقول رسول الله هو معروف مين هو زي ما تقول كده لسواء تكس انا عايز السيدة معروف انها السيدة زينة برضوان الله عليها مش هتقول لو عايز تروح السيدة عائشة هتقول له عايز روح السيدة عائشة عايز روح السيدة نفيسة لكن اما تقوله السيدة وتسكت لان هي الرسول اللي بيقول لك اللي بيقول لك النبي بيقول كلامه طرهات والتخلف اللي بيقولوا سي الهالك القمني قادي ان الرسول صلى الله عليه وسلم انزل عليها لقب السيادة من وهي طفلة السيدة الطاهرة السيدة زينب ردوان الله عليها فظل هذا وهذا اللقب وسيظل وهو لقب وفعل هي السيدة فعلا بما لا دع مجالا للشك وبما لا دع مجالا للجدل واخد بال حضرتك فما تيجي تقول له واحد السيدة لقب السيادة وهي انها سيدة رئيسة الديوان ردوان الله عليها فلما تقول له عيسى وق تاكسي قاله انا عايزة روح السيدة واسكت شوف هيودك فين لكن لو لكن اعايز تروح السيدة نفيسة ردوان الله عليها اتقول له اعايز بروح السيدة نفيسة واخد بال حضرتك يعني ما علينا فالبيب الله عليهم يعيسى قاعد مع البي الهالك القمني ويقول له اصل النبي محمد كان اتباعه الضعفاء والصغار ومش عارف ايه في مكة ولما راح المدينة واسس وقال لهم بقى ايه انا يعني اذا هياخدوا فلوس وسبايا والنساء فناس كتير دخلت الاسلام فعمل الفتحات الاسلامية بهذا الشكل كذب وافطراء وتجرؤ وتطاول على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وحاش لله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هكذا هو النبي ولا كذب كما قال صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد المطلب فاي كلام الكلام ده التاني بقى قاعد منشكح قوي وفرحان قوي وبينقشوا معلقش ماش كلمة ما قالوش ما قالوش ايه الكلام اللي انت مفيش مفيش انت خلاص انت حر ما اعلن ايه عايز تقول انت ملحب مش قضيتي تلحط تكفر تسلم تؤمن ما ليش قضيتي انا ما ليش فيه لن تزيد الاسلام ولن تنقص الاسلام انت يعني انت في انت من في حاجة الى الاسلام وليس الاسلام من هو في حاجة اليك ولا الى اي حد تمام فما يعني لكن لكن ما تكونش بقى احترم يا اخي احترم عقدتي احترم احترم ديني ما ما تتاولش على الله ورسوله زي يقول لك الفقه سجن خلاص ده الناس دي مش عارف ايه اللي جرالها الفقه الاسلامي سجن قال لك ما بتقول فيش حاجة اسمها علماء ده علماء الفهارس ويعمل لك بقى الحركتين بتوع دوله علم الفهارس وعلم وزي ما كون سلطانية سلطانية وعدت ترع على اية الله وللأسف الدولة كنتو حسنة الى الان على كل هذه كل هذا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين الاسلامي فاذا الموضوع الموضوع ما يبقاش بقى موجه المهم فالازهر الشريف رد اللي بيقول لك سيد القمني عنه انه هو منظم بيتهم الازهر انه منظمة ارهابية الازهر اللي هو اللي هو محافظ على وسطية الاسلام والدين الاسلامي واللي هو منبرز عشان كده الضرب كله في الازهر الضرب كله والخبط كله في الازهر عشان ده ده القلعة القلعة اللي بتحمي الاسلام بامر الله سبحانه وتعالى والاسلام محمي ولكن اسباب الله ان دي ربنا جعل هذا المكان الطاهر هو من 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 الحصن للدفاع عن الدين الاسلامي عشان كده الخبط كله في الازهر وفي مشايخ الازهر وفي شيخ الازهر واللي طالع الشيخ عمرة اديبة فندي طالع جاي بحد يتطاول على شيخ الازرع على مؤسسات الازهر حاجة كده تحس انها زي المتركبة وزي المتخططة كلام يعني يعني مكشوف للكل على فكرة يعني مفيش حد ما يعرفوش ومفيش حد مش فهمه عشان بس تبقى الامور واضحة فالازهر يعني قال ان هو يعني زي ما انا قلت من شوية ان هو تجانة في النار ملناش فيه مش بتاعتنا لكن هو قال هو نطق كلمة الكفر هو نطق كلمة الكفر وهو كافر بمنطقه هو مش بمنطق نحن مش بكلام نحن وبنته ولما يقول على القرآن طرهات اي ان طرهات يعني خزعبلات وكذب وواواوا فده كفر ولما هي تأكد على هذا الكلام فهذا كفر لكن انت حر زي ملتلك في معتقل لكن لا تتطاول على الدين الازهر رد رد قوي جدا على هذا الامر واحسب ان الازهر لن يقف عند هذا الامر بل ستعدى الامر الى القضاء قضاء ابراهيم عيسى يقول لك الفقه الاسلامي سجني واحنا عايزين نعمل عندنا برلمان وما بيقوليه الحق ان ياخد في رأيه وما ياخدش في رأيه طب البرلمان بقى ده اسبراهيم عيسى عمال لك قانون اسمه قانون اصدراء الاديان ما حكمك بيه بقى مش ده اللي مش ده طلبك ما حكمك بيه فانا بؤجه من هنا نداء الى الدولة المصرية الى الحكومة المصرية الى القضاء المصري الشامخ الى رجال مصري الاوفياء لابد ان تتخذ الاجراءات القانونية قبل كل من يتطاول على الدين الاسلامي باي صورة من الصور بالقانون بالقانون مش بحاجة تاني بالقانون هذا اصدراء الاديان ويعني لابد ان احنا نكون يعني انا احسب ان الازهر اكيد هتقدم يعني هيرفع دعوة اكيد مفروض يعني ده المتوقع يعني فلابد ان يكون هذا هو الفعل الملائم فما تردش تقول له يعني 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 انت عايزة بنت سايد القيمني عايزة ان انت تلحدي تكفاري فيه ربنا وفيش رب دي بتاعتك انت اخبطة دماغك فقط ادخل حيطه وخبطة دماغك فيها دي مش قضيتنا مش هتفرق مع المسلمين ولكن لا تطاول على الدين الاسلامي لا تطاول على نبي الإسلام ولا على القرآن ولا على ذات الله اللي عليها قبل أغل شي عشان تبقوا عارفين حاجة نحن حرب لمن حارب الله ورسوله وعشان كده أنا بقول له حضرتكم هيبقى في حلقات إن شاء الله للرد على خلد منتصر وعلى إبراهيم عيسى ونعوت والبحيري وغيره لأنه أنا مش معترف إن باسمه إسلام البحيري البحيري هيكون في رد عليهم بالحجة وبكل شفافية أنت بتقول كذا أنا هرد عليك بكذا تمام لذلك تحضرني هنا مقولة يعني للدكتور زغلول النجار الله يبارك له يعني إنه بيقول لك إن ما تستغربش لما تلاقي إن عبقري في الهند بيعبد البقر وتلاقي إن عالم دكتور عالم جراح كبير في الأعصاب ملحد وتلاقي مش عارف مين بيعبد الفار وتلاقي اللي طلع الفار واخد بالك هي يا جماعة مش بالعقل هي مش بالعقل هي بشيء يعني إيه بالقلب القلب لذلك ربنا قال في القرآن على قلوبهم أكنا أن يفقهوه وفي آزانهم وقرى يعني أنت مش مش طايس معك مش طايس معك واخد بال حضرتك فقصة كلها يعني يقبل الله إلا أن يتم نوره الإسلام لم ولن يهزم وسيظلوا إلى يوم يبعثون شاء من شاء وابا من أبا وهو تفتكروا من صبر ربنا عليكم دا لا دا ربنا بيقول يا متخلفين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أن كيدي متين دا ربنا سبحانه وتعالى ولكن هو ربنا بيسيبك إيه يسيبك تطلع تطلع السلم لغاية تطلع فوق دور المية عشان لما تقع تبقى هي الهبدة هالك شؤومة والله العظيم وكل من يتطاول على الدين وكل من يتطاول على ذات الله العليا سبحانه وتعالى وكل من يتطاول على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والله لينزلن الله به قارعة في الدنيا والآخرة إن لم يتب وإن لم يرجع إلى الله وإن لم يندم على ما فعل وعلى ما أساء والحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به هؤلاء الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به هؤلاء هؤلاء اللي هما كل شوية أنا ما شفتوش مثلا بيتكلم يعني مثلا أنت كل حاجة الديني لإسلام طبعا أنت بتتكلم في الطورة الطورة بيقول لك في التلمود إن أي حد غير اليهودي هو بالنسبة لهم بمسافة الحيوان أقل من الحيوان وقال لك إنك تما تسلف غير اليهودي تسلفوا بالربا اليهودي بس من اليهودي ولي اليهودي ما يبقاش بالربا لكن غير كده ما تسلف بالربا وإن هما أقل من أنعام وإن هما مش عارف إيه ونكلمش عالكلام ده لإيه يعني أنا عايز أسأل سؤال مش في حوارات أديان بين المسلمين واليهود والمسيحيين ما شوف ناش تطولوا على بعض المشايخ ولا القساويسة ولا الحكمات في احترام في احترام لكل عقيدة حتى لو في اختلافات في العقيدة ما أنا لو مسكت هنا هطلع اختلافات ولو مسكت هنا هطلع اختلافات ده طبيعي وما لو اسموا حوار الأديان ليه لكن أنا لو بنائش حد أنا لما دخلت في نقاشات مع أخوان تليه يا مسيحيين ومنتهى الأدب ومنتهى الاحترام أنا لأيه أنا شايف وجهة نظر في كذا وبنائشني في كذا وبنائشه في كذا دون أن أسيء إليه في عقيدته في عقيدته دون أن أجرح مشاعره دون أن أتطاول عليه وهو كذلك فعل إذا 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 إنت عايز تتنائشني في دي ناقش أهل الاختصاص وأهل العلم أو ناقش أهم أهم المفكرين عايزين نتنائش ونتنائش ولكن ما تطولش على الله بترجيش تقول يا سيد الهالك سيد القمن اللي بيقولك اصل النبي موسى خلي بالكم النبي موسى كان عنده عصايا سحرية طب اخوك محمد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر الكون صلى الله عليه وسلم كان في بيئة يعني محتاج الميا طب ادي العصايا لأخوك محمد اخبط له خبطتين تطلع له شهات ميا بالله عليكم هذا كلامي عليك هذا كلامي عليك هل هذا كلام لما تيجي تقول لي انت ليه بتهاجم الراجل ده ازاي بتهاجمه ما هجمه امتى يعني ما بيسيء لله والديني ولا الرسول هجمه امتى يعني انا مش فاهم يا يعني امور كثيرة يعني الواحد مش عايز تكلم وزي ما احنا شفنا ادي عازاه للأسف كان ولا زي عز عم بخ معدش ما فيش ماهلا هيحضرلك انت مين يا ابني انت اشتريت الدنيا الله اعلم بحسبك ايه ما عند ربنا ولكن هذه هي اخرة كله الى مذاب للتاريخ كله مذاب تطول على ربنا وعلى رسول الله وعايز تكرم ايش هيحصل مش هيحصل ولكن هو بس السؤال كيف يصلى عليه صلاة المسلمين وهو كافر وكيف يدفن في مقابل المسلمين وكيف تقام له مراسم عزاء اسلامية برغم انه ما تحمد له انت ما تعرش عليه قرآن والحمد لله قرآن اصلا مش عايزك يعني ارجو من الله ان برجو من الدولة وبشكر الازهر على رده طبعا الرده المفحم اللي رد عليهم وبطالب الازهر ان ما تستناش محامي يرفع ولا حاجة قضية يريد الازهر كمؤسسة تتخذ اجراءها تحت رعاية الامام الاكبر نطاعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد باتخاذ اجراءات حاسمة قانونية ضد بنت سيد القمني وضد كل من تسول انه نفسه التطاول على الاسلام وعلى ذات الله العالية وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احنا عباده ده احنا عباده ده احنا اسراء فضله ده احنا محتاجينه تقلط فيه اصلا الله السلام والعافية لنا ولكم وارجو ان كان هناك من المستدى المحامين اللي استطيع ان يرفع دعوة لهذا الامر انه يقوم برفع هذا الدعوة نصرة لله والرسوله صلى الله عليه وسلم وان لم يفعل احد هذا فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامجكم مع محمد نور ان شاء الله الحلقات المقبلة هيكون فيها ردود على اولئك الملاحدة اولئك العلمانيين والليبراليين هيبقى فيه ردود على كل واحد في اللي قاله حلقات منفصلة ان شاء الله تعالى ترككم في رعاية الله وامن وسلامتي مع اطيب امنياتي ورق تحياتي طيب الله القاتكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية والسلامة والست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة